أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثبّح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحصر ما ظنعتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم هصونهم من الله ما نعتهم هصونهم من الله فأتاهم الله من هيث لم يحتسبوا من هيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرع يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يهاء للأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو طردتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركام ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللرسول ولذي الكربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا وأدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم هاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ينقص حنفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يكونون ربنا غفر لنا وإخواننا الذين سبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم طر إلى الذين نفقوا يقولون لإكوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا تطيع فيكم أهدا ولا تطيع فيكم أهدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن كتلوا لا ينصرونهم لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشل رحبة في صرورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في كرا مهصلة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تهسبهم جميئا وكلوبهم شتاء ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاكوا وبال أمهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ وَالْتَغْزُرْ نَبْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ما قَدَّمَتْ لِغْدٍ وَاتَّكُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَصُرُوا اللَّهَ فَأَنْسَعْتُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يَشْتَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِذُونَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاسئاً متصدعاً من خسية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس السلام المؤمنون المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يُشْرِقُونَ هو الله الخالق البارئ المسور له الأسماء الخسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر